اليوم تم اعلان عن نتائج انتخابات محافظة نينوى ومدينة الموصل الدائرة السادسة طبعا هناك بعض الشكوك من قبل أهالي محافظة نينوى بأن الصوات الحقيقية التي أعلنت بالساعات الأخيرة غير صحيحة بدليل أن هناك حاليا غرفة عمليات لبعض المرشحين الذين حصلوا على آلاف الأصوات ولكن عند إعلان النتائج تغيرت عدد الأصوات إلى مرشحين آخرين هذه رساتي للسيد الكاظم المحترم واتبنى أن يصد صوت اللوة وأعتقد منذ 2005 لحد الآن لم تجري أي انتخابات بهذه النزاهة في كل محافظات العراق ولكن مع الأسف في محافظة نينوى بالأخص مدينة الموصل الجانب الأيمن الدائرة السادسة هناك خروقات كثيرة حصلت اليوم بعد تأخير النتائج فنحن اليوم عندنا أدل أشرطة حقيقية أوجه رسالة للسيد رئيس الوزراء المحترم السيد الكاظمي في البداية نهني ونهني الشعب العراقي على إنجاح العملية الانتخابية بالعراق وعلى وجود عملية انتخابية نزيهة في بعض محافظات العراق ولكن نحن اليوم الناشد باسم أهالي محافظة نينوى وباسم أهالي مدينة الموصل بالزيارة الأخيرة السيد الكاظمي وعد أهلنا في محافظة نينوى أن يجلب حقوقهم أن يكون الصوت الأمين في بغداد لهم ولكن عند إجراء العملية الانتخابية في محافظة نينوى كان هناك بعض الخروقات الكبيرة يجب أن يكون هناك محاسبة حقيقية من قبل السيد رئيس الوزراء ومن قبل المفوضية العليا للانتخابات قبل ساعات انتهت العملية الانتخابية وحصلت هنا خروقات كثيرة ومنها معظم الأجهزة في مراكز الاقتراع توقفت عن العمل هناك أكثر من مئة محطة إلى مئتين محطة بالساعات الأولى توقفت أكثر الأهالي صار عندهم مع الأسف يعني خيمة أمل جديد لي بصوته يذهب إلى المركز أو إلى المحطة يجب أن هذه المحطة لا تعمل هناك كثير من المرشحين كبار السن بصمتهم ما طلعت يعني أكثر من مئات ناشدونة في وقت الانتخابات يحضر إلى المركز الانتخابي البصمة ما له ما تظهر هنا خروقات كثيرة في مراكز سجلت المفوضية وكانت هناك شكاوي حقيقية الكيانات السياسية هناك جهات أخرجت هذه الكيانات بالغصب وما قدروا يحصلون على الأشرطة الحقيقية للمرشحين يشقد حصلوا هنا خروقات من مرشحين كبار طبعا ألقي القبض على المرويجين لهم لديهم أموال كبير وسيارات يشترون الأصوات من أمام المراكز الاقتراع يعطي لهذا الشخص مئة ألف أو خمسين ألف يقولوا فوت رشح فلان أطلع أخذ الباقي يحلف إيمين طبعا قوات الأمنية مشكورين كان لهم الدور الكبير في تأميم مراكز الاقتراع ولكن هل يوجد محاسبة حقيقية لهؤلاء المزورين أو الضاغطين على المواطن الفقير هناك خروقات كثيرة في مراكز الاقتراع من قبل بعض الأشخاص وبعض النواب السابقين بأن ضغطوا على الأهالي أو الناس اللي تجي بأن يرشحون فلان وعلان طبعا أنا من خلال منبر الموصلية هذا المنبر الحر أشكر كل شخص وقف معي من الأمير السيد محمود السيد مرعي ومن عشائر الأصيلة ومبيوتات الموصل ويجب أن يكون هناك وقفة حقيقية لجميع المرشحين اللي دخلوا عملية أسأل عملية الانتخابات هذه لأن الأشريطة التي ظهرت في مراكز الاقتراع غير المعلنة يعني ما كان هناك تطابق حقيقي طبعا اليوم اتفاجأنا من خلال قنوات الفضائية أكثر المحافظات العراقية هناك غير تطابق بالأشريطة يعني هنا مثلا أنت عندك في مركز الشيخ فتحي أو المشاهدة أنا عندي 500 صوت اللي ظهر أقل بكثير يعني يجب أن يكون هناك خطة حقيقية ويجب أن يمددون فترة الطعون يعني اليوم قالوا فترة الطعون ثلاثة أيام أنت بعد هي هذه طبعا نتائج أولية أنت شون تفتح فترة الطعون إذا هي نتائج أولية غير يكون هناك نتائج نقول من تنتهي الانتخابات نتائج نهائية وبعدها تبدأ فترة الطعون